السلام عليكم وبركاته معكم اخوكم شوطر علي اليوم الفجر تجدد بضاعات البائعين سوف نبدأ اول شي بالقاعدة طبعا اول شي عنده هو السلاح الهيستوريان فيه بريبيرد فيه انتنسيف و هارمفول طبعا ما انصح فيه حتى البيستول ما انصح فيه لديك الدرجة عندنا سكار اتش اللي بيكون في روشيس سوفت و هارمفول بعد ما انصح فيه لديك الدرجة في هالمرة جهل السلاح الاقل الكل ينتظره بس 182 في Deadly Responsive و Swift سلاح ممتاز انصحكم تشتروني اذا ما عندكم سلاح ممتاز احسن منا فتشتروني احسن معكم نشوف هو الوحيد الى صائر حتى ال DPS ماله و في عندنا التكتك الماسك اللي بيكون حق الاسلحة النارية بيكون في اندونس انت في الاخر سيجمنت راح يزيد اللي هو الهيالث و فيه 10% الديمج و عندنا اللي هو حق الركبة 182 ما انصح فيه حق الاسلحة النارية و فيه عندنا هنترز فيه نيباد و ممتازة بس ما انصح فيه ان تشتريها لاني 191 و هاي مفوق و عندنا الهولستر اذا ما عندك هولستر اشتره إذا هاتت جديد في اللعبة او شيء اشتره راح يفيدك و فيه عندنا الابرايشنه مو لذيك الدرجة الناس و هون يناخذون الى اذا ما عندك غلوفز اشتره و تغير البستول و فيه عندنا تغير البستول بيكون هذا ممتاز طبعا تشتري الى تغير اللهوه طبعا ما تغير فيه شيء صراحة لانه فيه ازلت ريفل دامج اذا كان عندك ثلاث قطعة منه ف بيكون ممتاز جدا حق الى عندهم فهذا اللي موجود حاليا عند اللهوه القاعدة و اذهب الى DZ02 وصل ال DZ02 يكون هذا مكان في الخريطة بيكون عندنا OPERATION MASK لفل 40 بيكون فيه اجزرتك DAMAGE RERALION اللي هو القنابل و هذي السوالف انه ضدهم و عندنا لعب ثمانين بيكون فيه DAMAGE TO ELITE و حق الاسلحة النارية 636 تقريبا نسلف الباس في عندنا الهولستر اذا ما عندك هولستر لفل 80 متأكد لديك هولستر ممتاز حق المخاططات الالكترونيك باكباك اللي هي الشنطة والالكترونيك فيست اللي هو الصدر حق الالكترونيات و في عندنا الـ Firearm هولستر اللي هو الاسلحة النارية حق الالكترونيك المسدس حق المسدس و في عندنا الالكترونيك باكباك قفازات الالكترونية نسخ الالكترونيك و في عندنا الـ D03 اللي هو الاسلحة النارية و في عندنا الـ T821 حق الالكترونيك باكباك و في عندنا الـ T821 و في عندنا الـ F1 بالـ Headshot في عندنا المخططات الـ Valkarion و في عندنا مخطط الـ M870 للـ Shotgun الصراحة إذا انت تستخدم لونستار استخدم هذا الـ Shotgun اللي هو المخطط حق الـ Shotgun في عندنا المخطط حق اللي هو الـ Pistol M9 A1 فالحين نروح للـ Dark Zone 04 اللي يبيع اللي هو الـ Gear Mod اللي هو الـ Gear Mod Fender عندنا بيكون هذا الاسبوع اللي هو Prototype Stamina Mod و هو Advanced Firearm Mod اثنين هم يعطون زيادة و يعطون اسلحة النارية يعتمد على اي واحد تختارها و بالنسبة للمخططات في الـ Performance Gear Mod و الإلكترونيك Gear Mod و من الناس يجب أن يلغبون لهذا الشيء فتقدروا تطنشونهم لهذا الاسبوع نأتي الآن إلى 05 سيكون هذا المكان في الخريطة سيكون هذا المكان في الخريطة الـ Angle Grab و الـ Flash Hyder من الأشياء الممتازة تختارهم إذا لم تكن لديك اللهوة ممتاز لأنه يزيل اللهوة الـ Head Damage و Accuracy و هناك اللهوة الأشياء التي يبيعها و التي تبيعها فوق الـ Neepad و تكون حق اللهوة الصحة و فيها Armor و Health إذا لم تكن لديك شيء ممتاز يوجد لديك الـ Final Measure Neepad نفس الشيء حق اللهوة الصحة الـ Holster و لا ننصح و لديك اللهوة Gloves of Nomad و لا ننصح او لا ننصح أما بالبقاءة المخططات هذه ما تغيرت مثل أي اسبوع فإذا أعجبكم فيديو جهو شباب لا تنسوا من اللايك و الاشتراك في القناة والسلام عليكم